موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها موسيقى سأناف حركة السير جزئيا على جسر القرن بعد التفجير الذي ضربه اليوم موسكو تصفه بإعلان حرب ومستشار زيلنسكي يقول إنها البداية بعد يوم على قمة الاتحاد الأوروبي في براغ تشيكيون يتظاهرون احتجاجا على أزمة الطاقة وفرنسا تتجه إلى تقنين الكهرباء شهدان فلسطينيان بعملية عدوانية في مخيم جنين سري القدس وكتائب القسام تعلنان التصدي للاحتلال وحشود مليونية في اليمن احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف وسيد الحوثي يدعو قادة الغرب إلى التحرر من الصهيونية أهلا بكم أفاد مراسلنا في موسكو باستئناف حركة السير جزئيا على جسر القرن بعد التفجير الذي ضربه اليوم وفي حين يتحرى فريق التحقيق ملابسات الحادث تلمي حكيف إلى مسؤوليتها عنه واستونيا تهنئها فيما يعتبره برلمانيون روس أعلان حرب على بلادهم ويطالبون بالانتقام فهل يسرع هذا التفجير غير المسبوق أعلان روسيا الحرب على أوكرانيا؟ تم تجاوز الخط الأحمر العريض جسر القرن الحبل السري الذي يربط روسيا الأم بالقرن يتعرض لضربة موجعة كل الاحتياطات الأمنية والإجراءات الاستثنائية لم تستطع تفادي الاعتداء الذي يضع ليس هيبة بوتين فحسب بل هيبة روسيا كلها على المحاك بالنسبة للرئيس الروسي القرم عنوان لسياسيته وهوية لدولته قبل أيام فقط حذر أمين سر مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باترشف وهو من المقربين للرئيس بوتين في اجتماع أمني استثنائي في سيفاستوبل حذر من ازدياد الأنشطة الاستخبارية التجسسية للدول الأطلسية في حوض البحر الأسود بالتزامن مع تعظم ما تسميه موسكو الأخطار الإرهابية والتخريبية التي مصدرها أوكرانيا وخصوصا بالنسبة للبنى التحتية للنقل التي يعتبر جسر القرن أهمها وأكثر حساسية وهشاشة تفجير هذا الجسر الذي يعتبر عصب الحياة لشبه الجزيرة ولا سيما غدا تحتفال بوتين بيوم ميلاده السبعين يعد تحديا مباشرا للرجل واستفزازا له روسيا التي أوشكت على الانتهاء من إنجاز التعبئة الجزئية ونشرت عشرات الألوف من المتطوعين والمجندين على جبهات القتال تقف اليوم على مسافة خطوة واحدة من إعلان الحرب الاعتداء على القرن ليس كالاعتداء على المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا حديثا وربما هذا التصعيد الخطير هو ذلك الخط الأحمر العريض الذي توعد به بوتين نظام كيف عندما هدد بضرب مراكز القرار الأوكرانية بمعنى آخر استهداف الرئيس فلاديمير زيلينسكي ومنظومة حكمه فمن وجهة نظر الكرملين كل ما حدث في أوكرانيا بعد انقلاب عام 2014 ليس شرعيا زد على ذلك أن زيلينسكي في رأي موسكو يشكل تهديدا وابتزازا نوويا لها سلام العباين موسكو الميادين وينضم إلينا من موسكو الصحفي المختص بالشؤون الروسية أحمد الحاج علي نرحب بك سيد أحمد ونسأل في البداية عن التحقيقات التي فتحت لمعرفة التباسات تفجير جسر القرم حتى الساعة إلى أين توصلته كيف هي الأوضاع أيضا أوضاع الجسر دينا تم تحديد هوية صاحب الشاحنة وهو الروسي الذي يحمل اسم بوريس يوسوف ولكنه كان قد ضع هذه الشاحنة حمراء اللون إلى مالك آخر لم يقوم بتسجيلها ولكن هناك يعني عدم صلع لمالك الشاحنة وحتى لصائقها كما يبدو بعملية التفجير التي يبدو أنها تمت عن بعض هناك مشاهد نشرت في وسائل التوافل الاجتماعي تشير إلى قيام أجهزة المرور شرطة المرور بتفحص الشاحنة طلبوا من صائقها القيام بفتح الشاحنة وكانت مليئة بالبضاء بلفائف بلاستيكية لم يقوموا بفحص هذه الشاحنة بواسطة الأشعة هناك جهاز الأشعة للمعابر الرئيسية ممكن أن يطلب من الشاحنات أن تمر عبره لكن هذا الأمر لم يتم للحقيقة والواقع غالب الظن أن هذه العبوة كانت مخبأة خلف تلك البضائع وإمكانية تفجيرها عن بعد ممكنة بحسب المطلئين على مسار التحقيقات من الخبراء العسكريين والأمنيين ممكن أن تكون قد تمت حتى من على الشاطئ الشاطئ المقابل للجسر وممكن من هذه المسافة إعطاء أمر تفجير العبوة أمر تحديد تزامن مرور الشاحنة مع مرور القطار ليس بالأمر الصعب بلا سيما وأن جداول مرور القطارات القطارات الشحن وخصوصا القطارات المحملة بالمواد البترولية من العمق الروسي إلى شبج جزيرة تكون ليست فرعا بالفعل طيب انطلاقا من هذه المعطيات وأيضا انطلاقا ما يتحدث عنه بلامانيونة روس حول أن هذا التفجير يعتبر إعلان حرب على روسيا ما هي خيارات موسكو للرد هل يعتبر ذلك فعلا تخطي للخط الأحمر بالنسبة لروسيا وبالتالي ما الذي يترتب على ذلك بالطبع دينا أن روسيا قد لوحت مرارا وتكرارا بإمكانية استهداف وضرورة استهداف مراكز صناعة القرار الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وجهت القوات الجوفضائية الروسية بضعة ضربات صاروخية لمدينة الفوف التي يجري عبرها ضخ السلاح وإرسال السلاح الغربي الذي يصل إلى العمق الأوكراني هذه مسألة وهي تحت رصد ومراقبة أجهزة الاستطلاع وسلاح الجو الروسي وممكن توجيه ضربات لهذه المناطق أنا لا أجزم بأن هذا سيحدث ولكن روسيا خلال الفترة الأخيرة تجمبت اتخاذ مثل هكذا خطوات أيضا مسألة عبور البضائع والأسلحة من الغرب عبر مدينة الفوف يتم عبر انتقال ما بين النظام الغربي لسكك الحديد إلى النظام الأوكراني أو السوفيتي الصابق هناك منطقة يتم تحويل سكك الحديد فيها تعطي فرصة لأجهزة الاستطلاع ورصد الروسي للقيام بهذه الضربة اللازمة لقطع أمدادات السلاح هذا الأمر ممكن وهو يبقى خيارا في جعبة القوات الجعال الفضائية الروسية مع إعطاء الأوامر وتغيير قائد القوات العملية العسكرية في أوكرانيا وتسليمها للشنرال بوريس يوسوف ممكن نشهد العديد من الخيارات العسكرية للرد على هذا التفجير رعيلي شكرا جزيلا لك سيد أحمد الحاج علي الصحفي المختص في الشؤون الروسية حدثنا من موسكو عين وزير الدفاع الروسي سارجي شويغو الجنرال سارجي سوروفكين قائدا لتجمع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وبحسب وزارة الدفاع الروسية أصبح منصب الجنرال سوروفكين قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى أكثر من 160 مسلح خلال ضربة للقوات الجوية الروسية على نقطة انتشار مؤقتة لهم المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال أن القوات الجوية الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني خلال يوم في دانياتسك كما ذكر أن القوات الروسية صدت محاولات للهجوم نفذها الجيش الأوكراني على عدة محاور خلال اليوم الماضي إلى ذلك قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف لوكالة سبوتنك أن القوات الأوكرانية دمرت آخر خط الأوكرانية وضف أن محطة الطاقة النووية تحولت تلقائيا إلى العمل على موالدات الديزل إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سارجي لفروف من نفاذ صبر موسكو إزاء العقوبات الاقتصادية وفي حديث لصحيفة أرجومنتي ايفاكتي الروسية قال لفروف أن الذين يتحدثون مع روسيا بلغة العقوبات يجب أن يعلموا أن الصبر ليس بلا حدود وأن لدى روسيا كل الإمكانيات لحماية مصالحها وأضف أن تمزيق الاقتصاد الروسي لن يتحقق وأن كل من أراد الغرب إثارته في روسيا أو ما أراد إثارته في روسيا يبدأ في ظهور في عقر داره كما أكد أن أمريكا تتألم لحقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم وسيطرت الخلافات على أعضاء الاتحاد مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والسانتقادات فرنسية وجهت لألمانيا بسبب دعمها السخيل مستخدمي الطاقة الألمان رئيس وزراء بولندا يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم الطاقة في أوروبا التفاصيل مع مفاد الميادين إلى براق موسى عاصي قمة الحلول الممنوعة من الصرف مشاريع واقتراحات متعددة لمواجهة الأزمات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة لم يتمكن قادة السبعة والعشرين من حلها لا اتفاق على مسألة تحديد سعر النفط الروسي ولا على وضع استراتيجية موحدة لدعم المستهلكين في فاتورة الكهرباء والخلاف هنا تعمق بعد تفرر ألمانيا في تخصيص مئتي مليار يورو لدعم مواطنيها برنامجنا مئتا مليار يورو للتخلص من ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار الطاقة هو برنامج ضروري وينطبق على المواطنين والأسر وبالطبع على الشركات في ألمانيا الرئيس الفرنسي أظهر امتعاضا واضحا من القرار الألباني لقد حصل الكثير من النقاش بشأن قيام أطراف بتمويل فردي لدعم المستهلكين في بلادهم وهذا أثار جدلا وأوحى بأن كل دولة يمكن أن تستند إلى قوتها المالية الخاصة علما بأننا كنا قد اتفقنا على مسألة في غاية الأهمية وهي التضامن الحقيقي بين الدول الأعضاء وهذا تضامن يجب أن يمر عبر آلية موحدة اقتراح جديد من الرئيس البولندي الذي طالب بوضع اليد على الأموال الروسية المجمدة في المصارف الغربية لدعم الطاقة في أوروبا بالإضافة إلى إعادة عمار أوكرانيا بثلاثمائة وخمسين مليار يورو يجب استخدام هذه الأموال لإعادة بناء أوكرانيا ولكن أيضا لتمويل احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي واحتياجات سكان بولندا وحدد المستشار الألماني الخامس والعشرين من الحالي موعدا لمؤتمر يُعقد في برلين من أجل إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة مجموعة الدول السابعة لم تخرج قمة براغ عن السياق التقليدي لطاعات الاتحاد الأوروبي مع الحرب الروسية الأوكرانية مزيد من الدعم المالي والعسكري لكييف على ذلك أخفق الأوروبيون بالتفاهم على قرار تحديد سعر منخفض للنفط الروسي أو بشأن وضع خطة موحدة لدعم المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة موسى عاسي براغ الميانين وأعلنت باريس إجراءات لتوفير الطاقة وخطة لإطفاء الأنوار عند برج إيفل الشهير قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد لها كما تعتزم المتاجر الموجودة في شارع شانزاليزي إطفاء لفتاتها المضيئة بين العاشرة مساء والسابعة صباحا ابتداء من منتصف الشهر باستثناء المطاعم ودول العرض السينمائي وبهذا تصبح العاصمة الفرنسية أحدث مدينة أوروبية تتخذ إجراءات لتوفير الطاقة وفي براك تظهر الآلاف من تشيكيين احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وبعد أقل من 24 ساعة على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة تشيكية عرب المتظاهرون عن عدم ثقتهم بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومة تشيكية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة اعتبروها غير كافية ومن براك ينضم إلينا مفاد الميدين إلى تشيكيا موسى عاصي نرحب بك موسى ونسأل عن هذه التظاهرات في براك تحديدا في هذه المدينة لماذا تتجدد كل فترة هذه التظاهرات احتجاجا على سياسات سياسات الحكومة تشيكية وأيضا سياسات الاتحاد الأوروبي وأيضا ما هي أبرز المطالب والشعرات المرفوعة تحديدا اليوم بعد قمة الاتحاد الأوروبي نعم يعني بداية بحسب الشرطة تشيكية فإن الآلاف شاركوا في هذه التظاهرة والأرقام لأن المنظمين هي أعلى من ذلك بكثير ولكن رأينا خلال مشاركتنا في تعطية هذه التظاهرة أن هناك بالفعل كان هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين يرفعون الأعلام التشيكية وما طلبهم محددة مواجهة الأزمة المعيشية والتي باتت منتشرة بشكل كبير وطبعا تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في تشيكيا خصوصا وأن مستوى التضخم في هذا البلد مرتفع أكبر بكثير أو أكثر بكثير من مستوى أو من توسط 17% بين المتوسط التضخم في الاتحاد الأوروبي تجاوز العشرة بالمئة وهو أيضا طبعا مستوى أو نسبة عالية جدا مقارنة مع التضخم فيها في الاتحاد الأوروبي قبل الحرب الأوكرانية الروسية إذن مطالب المتظاهرين من الحكومة التي وصفها أحد المتظاهرين بأنها نائمة عن انتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية إذن المطالب مواجهة للحكومة من أجل التدخل أكثر بحماية ضوي الدخل المحدود وخصوصا بأن الرواتب التي يتقضاها التشيكيون بلغت مع التضخم وارتفاع الأسعار لم يعد لها القيمة ذاتها التي كانت قبل الحرب هناك صعوبة في تأمين المستلزمات الأساسية وهناك طبعا مع ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات فأن الاتشيكيين يجدون صعوبة في التوصل إلى نهاية شهر مع رواتبهم إذن هذه هي شعرات وشعرات أيضا أو بحسب ما تحدثنا على المتظاهرين خصوصا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي الذي اجتمع في خدمته هنا بالأمس وعلى مدار يومين والإجراءات أو الخلافات التي كانت موجودة داخل دول الاتحاد عن كيفية وضع استراتيجية محددة وجدية موحدة مع كل دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة هذه الخلافات وجد فيها المتظاهرون بأنهم لا ثقة لهم بالاتحاد الأوروبي ولا ثقة لهم بالإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي ولا ثقة لهم بالحلول التي توضع هناك أيضا حديث من المتظاهرين ينتقدون العقوبات التي فرضت على روسيا ويعتقلون بأن هذه العقوبات هي التي ارتدت على الأوروبيين وهي التي ارتدت بهذا الشكل السيء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المواطنين خصوصا هنا في تشيكيا طيب انطلاقا من هذه الشعارات موسى انتقاد للعقوبات على روسيا المتخذة من قبل دول الاتحاد الأوروبي أيضا انتقاد لسياسات وإجراءات وحلول التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي هذه التظاهرة ليست وحيدة ويتيمة في المدن الأوروبية هناك مظاهرات تتواصل تحت نفس الشعارات ونفس المطالبات في مدن أوروبية أخرى وبالتالي هذه التظاهرات وهذا الحركة الشعب المستمر كيف من الممكن أن ينعكس على السياسات الحكومية وعلى الوضع بشكل عام داخل هذه الدول يعني دينا كل ما اقتربنا الشتاء وقد دخلنا به بالفعل في أوروبا كلما ارتفعت وطيرة الاحتجاجات والانتقادات من قبل الرأي العام في أوروبا وارتفعت نسبة المحتجين أيضا من السياسات المتبعة إن كان على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول الأعضاء أو الحكومات المحلية خلال اليومين الماضيين في فرنسا على سبيل المثال كان هناك زحمة كبيرة على محطات المحروقات من أجل الحصول على المحروقات الخاصة بالمواطنين وتحدث عن هذا الأمر إيمانيويل ماكرون هنا في براغ في خلال متمر الصحفي أمس وقال أنه يتفهم بالفعل مسارعة المواطنين للمحطات المحروقات من أجل الحصول على المحروقات لأن هناك كان بعض الأزمات وصفها بأنها أزمة مؤقتة وأن الأمور ستعود إلى طبيعة إذن كل ما اقتربنا أكثر من فصل السقيع فأن الاحتجاجات متوقعة أن تكون أكثر خصوصا وأننا نتحدث اليوم عن إمكانية فعلية لخفض مستوى التدفئة لخفض مستوى التغذية بالتيار الكهربائي وخصوصا أيضا بأن الحلول الأوروبية التي نقشت أمس هنا والتي ستناقش مرة جديدة في بروكسل بعد حوالي عشرة أيام لم تقدم حتى الآن ما يقنع الناس في أوروبا بأن هذه الحلول جدية ويمكن أن تقف إلى جانبهم ويمكن أن تمنع عليهم الوصول إلى ما يتوقعونه من مأساة أكثر في خلال الفصل السقيع إذن نحن أمام ارتفاع مستوى الاحتجاجات وهذه الاحتجاجات هنا في براغ على سبيل المثال هو الاحتجاج الرابع ولكن هذه الاحتجاجات ستستمر لأن القرارات والإجراءات المتبعة لم تقنع المواطنين هنا كان الكلام حقيقة خلال التظاهرة أنه لا ثقة لنا بقرارات الحكومية ولا ثقة لنا بالحلول الأوروبية إذن مصعصي مفاد الميدين لأبراك شكرا جزيلا لك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الوحشية ضد الفلسطينيين الذين انضم اثنان منهم اليوم إلى قافلة الشهداء الشهدان هما محمود السوس وأحمد ضراغم ولدان ارتقيا برصاصي قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مخيمة جنين حيث تصدى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات التي أوقعت عددا من الجرحة وذلك قبل أن تعود قوات الاحتلال وتنسحب من المخيم عقب اعتقال القيادية الفلسطيني صالح أبو زينة هذا وشيع الفلسطينيون الشهدين على وقع الهتافات المنددة بالاحتلال والمتمسكة بالمقاومة وطريق الشهادة من أجل فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في حركة حماس الأسير المحرر حسين أبو كويك أن الحركة الأسيرة تستعد لحراك واسع وقوي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري من جذوره وقال أبو كويك الذي أفرج عنه الاحتلال مساء أمس الأول أن لدى الأسر الإداريين توجها لإعلان الإضراب والنفير العام ونقل كذلك عن الأسر دعوتهم الشعب الفلسطيني لإسنادهم في مواجهة الظلم والاعتداء على حرياتهم وأوضح أنهم يتمتعون بإرادة صلبة وإسرار على إنهاء الاعتقال الإداري أكدت فرنسا أنها تسهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصلي إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجيات الفرنسية لفتت إلى أن اتفاق ترسيم الحدود سيعود بالنفع على البلدين وسيسهم في استقرار والزهار المنطقة ودعت جميع الجهات الفاعلة إلى القيام بدورها وعلى خط آخر يستمر التخبط الإسرائيلي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وقد أقر خبراء بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تخشى حربا كهذه وأن يأيل لبيد خائف من الحرب ويفتقد إلى الخبرة سياسيا وعسكريا وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض المواجهة العسكرية ويريد كذلك من إسرائيل توقيع على الاتفاق مؤكدين أن حزب الله لن يتراجع هاني فحص شبحان يخيمان على المقاربة الإسرائيلية العامة لملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأول شبح المواجهة مع حزب الله والثاني شبح الانقسامات الداخلية على خلفية توقيع الاتفاق نقول أن الاتفاق مرفوض وهو خضوع تام بكل المعايير وبخصوص التعويضات يقول المتحدثون اللبنانيون وأنا أصدق نصر الله للأسف أكثر من المتحدثين الإسرائيليين بأن إسرائيل لن تحصل على شيك الواحد وما يزيد من حدة الانقسامات بين المعارضة والسلطة من جهة وداخل الحكومة نفسها من جهة ثانية هو الإقرار المتزايد بأن إسرائيل تتعامل مع ملف المفاوضات من موقع الحريص على تجنب المواجهة مع حزب الله والجاهل بما يفكر به الأمين العام لحزب الله حزب الله يهددنا في منطقة سيادية خاصة بنا وهو في الصياق نفسه يستطيع أن يهدد بخصوص محطات الطاقة في الخضيرة أو أي مكان آخر لقد تراجعنا ونحن نعطي كل شيء لم يولد بعد لا القائد ولا رجل الاستخبارات الإسرائيلي أو الغربي الذي يستطيع الدخول إلى رأس نصر الله وفهم مخططاته معلقون برروا خشية المسؤولين الإسرائيليين من المواجهة مع حزب الله في ضوء معرفتهم بقوات حزب الله النارية من جهة وضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جهة ثانية وعلمهم أيضا بالمعطيات السيئة على مستوى جاهزية الجبهة الشمالية وأن من ليس له مكان محصن سيقتل أو ستكون حياته في خطر في أحسن الأحوال ردا على التصريحات الأمريكية الغاضبة من قرار أوبيك بلاس خفض إنتاج النفط قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير قال أن المملكة لا تسعى إلى استخدام النفط سلاحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية الجبير أضاف في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن السعودية لا تقوم بتسييس النفط وأن القرار جاء لصالح الاقتصاد العالمي لمنع انهيار سوق الطاقة وقال أن ارتفاع إسعار الوقود في أمريكا سببه نقص إنتاج المصاف الأمريكية وليس المملكة السعودية ليست طرفا سياسيا النفط ليس سلاحا وهو ليس طائرة مقاتلة أو دبابة ولا يمكن إطلاق النار منه النفط بالنسبة لنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي والقول أن المملكة تفعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو لأي أسباب سياسية هو قول خاطئ من أساسه يأتي ذلك فيما توالت الانتقادات الأمريكية لقرار أوبيك بلاس خفض إنتاج النفط وعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن الكثيرين في واشنطن يعدون هذا القرار طعنة في ظهر بايدن وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي واجه خيارا صعبا في سياساته تجاه السعودية على خلفية القرار الذي وصف بالخيانة التي يواجهها بايدن ولفتت إلى أن ديمقراطيين يشعرون بالإحباط ويعبرون عن استعدادهم لاتخاذ موقف متشدد أحيى ملايين اليمنيين ذكرى المولد النبوي الشريف العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية وشهدت 27 ساحة في صنعاء تظاهرات حاشدة تخللتها مظاهر الاحتفاء والبهجة بالذكرى واستأجواء من الحماسة والاندفاع تفاعلا مع المناسبة وتأكيدا للحضور القوي رغم الحرب والحصار وفي 14 محافظة يمنية افترش المواطنون الطرقات والساحات وفي الختام كانت كلمة زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي إذن أكد زعيم حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي في كلمة خلال إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أن أكد أن كل مساعي الاستكبار ومن يرتبط به في كل زمان وهم في زماننا أمريكا وإسرائيل هي العمل على إخراج الناس من النور إلى ظلمات سعيهم المستمر لتغييب العدل من الحياة ومنع إقامة القسط وتمكينهم للظلم والظالمين وارتكاب الجرائم الرهيبة بحق المستضعفين من القتل الجماعي والنهب لثرواتهم وحرمانهم منها وممارسة كل أشكال الظلم وانتشار الجرائم وإذلال الناس واستعبادهم واستغلالهم واعتماد الهمجية والتوحش والجبروت لإخضاعهم السيد الحوثي دعا قادة الغرب والمجتمعات في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة لله ولخاتم أنبيائه كما دعاهم إلى التحرر من الصهيونية والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرضائل والمفاسد وسعيهم لإفساد الشعوب وأدعوهم أن يتأملوا في واقعهم وما قد نتج عن ذلك من مفاسد ومشاكل رهيبة اجتماعية ونفسية وفي كل المجالات وأحذرهم مما حذر الله منه في كتابه الكريم وعن طريق أنبيائه ورسله من العواجب الوخيمة والعقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة وأدعوهم إلى التحرر من الصهيونية اليهودية التي سيطرت عليهم وأضلتهم وأفسدتهم ولعبت بهم واستحكمت سيطرتها عليهم بشكل تام واستعبدتهم إلى حد رهيب السيد الحوثي أكد أن تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي خيانة لله ولرسوله وللمسلمين أنه نفاق واضح بلا شك أدعو تحالف العدوان على بلدنا إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والأضرار كما أدعو شعبر العزيز إلى مواصلة التصدي للعدوان طالما استمر باعتبار ذلك مسؤولية دينية وجهادا مقدسا يجب القيام به مع التوكل على الله تعالى والثقة بنصره والعاقبة للمتقين مشهد جماهيري هو الأكبر في اليمن إحياء لذكر المولد النبوي الشريف وها هي صنعاء تتأنق مجددان وهي المغمورة بالحصار والحرب منذ سنوات لتعج بالمحتفلين بالذكرى مع أربع عشرة محافظة أخرى لتأكيد ارتباط اليمنيين الوثيق بهويتهم الدينية خروق الحشود المليونية إن دل على شيء فإنما يدل على حب أهل اليمن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنحتفل رغم العساء سنحتفل رغم العدوان الهمقية البربرية التكثير الشعب اليمن يقدم دروسا أنه يؤمن برسول الله إيمانا عمليا إيمان عمل واحتداء واقتداء وأنه ينسر الرسول وأنه يعظم الرسول في الزمن الذي يعظم فيه الآخرون أولئك التعسى والأذلاء الحخامات اليهود الخروج الجماهيري هذا رغم حرب التحالف وحصاره المستمرين للعام الثامن على التوالي يؤكد إصرار الشعب اليمني وصلابته في خوض كل التحديات والالتفاف حول قيادته في صنعاء عند اتخال أي قرارات عسكرية لوقف حرب التحالف وحصاره ثبات الموقف لدى هؤلاء اليمنين الذين تحملوا أعباء العدوان وأعباء الحصار لأكثر من ثمان سنوات ومع ذلك لا زالوا صامدين وثابتين والأهم في الموضوع هو التحام جماهير هذه الشعب مع فكرة المقاومة أحيى اليمنيون ذكرى المولد النبوي بفقرات إنشاذية ورقصات على أصداء المدائح النبوية سبقتها فعاليات ثقافية متنوعة لتأصيل المناسبة الكريمة في القلوب حضور جماهيري كبير واحتفالات متنوعة تعمل عاصمة صنعى والمحافظات اليمنية بمناسبة المولد النبوي الشريف حضور يؤكد ارتباط اليمنين بهوية الإيمانية وثباتهم على حقهم وعلى موقف واحد غافظ للحصار والحرب السعودية أحمد محمد زبيب صنعى الميادين أصل قصير نتابع بعده نشرتنا أهلا بكم من جديد طالبت سوريا الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من الأراضي السورية وفي بيان لها شددت الوزارة على ضرورة أن يدين مجلس الأمن الدولي ممارسات القوات الأمريكية المتمثلة بسرقة النفط السورية كما أكدت ضرورة سحب القوات الأمريكية والتوقف عن دعم مختلف المجموعات المسلحة التي تستخدمها لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة الخارجية السورية أكدت أن استمرار الولايات المتحدة بسياستها الدني المتمثلة بسرقة النفط السوري يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار تخفيض حصة سوريا من مياه الفرات يضغط على القطاعين الزراعي والصحي تحدي كبير يفرض إعادة أنقرة إلى الالتزام باتفاق أظن المتضمن تمر إلى 500 مليون متر مقعب سنويا من المياه إلى سوريا محمد الخضر انخفاض مستوى مياه الفرات يمكن ملاحظته لدى مرور النعر في دير الزعر انخفاض ليس الأسوأ مقارنة بالصيف الماضي عندما انخفض الوارد من الأراضي التركية عن 200 متر مكعب في الثانية مقارنة بحصة سوريا المقررة وفقا لاتفاق أظن عام 1987 ب500 متر مكعب في الثانية تراجع يهدد الأراضي الزراعية في الرقة ودير الزور وهي مصدر غذاء رئيسي للسوريين قام النظام التركي بقطع مياه نهر الفرات هذا الأمر أدى إلى انخفاض منسوب النهر في محافظة دير الزور الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من المحركات عن الخدمة للجمعيات الفلاحية والأخوة المزارعين وبالتالي ضعف القوة الإروائية للمحاصيل هذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة المردود بنفس الوقت أضرار تطال بدرجة أكبر الجانب الصحي والبيئي في ظل تسجيل إصابات متزايدة بالكوليرا في شرق الفرات خصوصا ضعف الإمكانات في ظل تأثيرات الحرب يصعب مهامة تنظيف المجرى وإقامة محطات التصفية انتشار الملوثات بما فيها الجراثيم ولا يخفى على أحد أن الكوليرا هي عبارة عن جرثومة فمتى ما وجدت فانتشارها سيكون أسرع نتيجة عدم قدرة النهر على الجريان وبالتالي عدم قدرته على التنقية الذاتية ضعفت موجة الجفاف التي أصابت المنطقة من آثار تخفيض مياه الفرات موجات جفاف متتالية كان آخرها قبل عامين في منطقة لا يزيد معدل هطول الأمطار السنوي فيها عن 120 ملي مترا سنوية ليس جديدا استخدام تركيا مياه الفرات السلاح أن تضغط فيه على سوريا والعراق الجديد حجم الانخفاض في كميات المياه الواصلة إلى الأراضي السورية خصوصا والمقدرة بنحو 200 متر مكعب في الثانية واقع يجعل المياه نقطة متقدمة في أي مفاوضات مرتقبة بين دمشق وأنقرة محمد الخضر منظف في نهر الفرات في دير الزور الميادين أعلن رئيس التونسي قيس سعيد أن الواجب الوطني يقتضي تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية هذا الكلام سعيد يأتي عقب الجدل المتصاعد حول التزكيات التي يفرضها القانون والبالغ عددها 400 تزكية لكل مترشح سميح البغان بعد تسجيل تجاوزات عديدة في جمع التزكيات المطلوبة وتصاعد الجدل بخصوص شروط مفروضة الرئيس التونسي يقرر تعديل القانون الانتخابي خطوة رغم أهميتها يراها مراقبون غير كافية إذا لم يتم إشراق الأطراف السياسية فيما دعت حركة النهضة إلى تسعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة واستعادة المصار الديمقراطي واعتبرت أن مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من خطورة مشروع قيس سعيد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع بحسب وصفها طالما أن القوى السياسية والأحزاب لا يمكنها أن تشارك علناً وصراحةً وبكل قواها في هذا الاستحقاق الانتخابي فإنه يبقى غامضاً ويبقى أيضاً يثير كثير من الريبة والتوجس حول الطبقة السياسية الجديدة التي ستفرزها هذه الانتخابات القانون الانتخابي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره حيث حذر مراقبون من التداعيات والانزلاق الخطر الذي يمثله وأصدى مخاوفاً من أن يسهم في عودة القابلية والنعارات الجهوية المآخذ على القانون الانتخابي كثيرة جداً حرمان النساء من الوصول إلى البرلمان بشكل يسير إثارة النعر الجهوية تحويل برلمان شعب إلى برلمان ممثلي المعتمديات وهذا سيفكك الدولة مستقبلاً سنحصل على مجلس فيه 161 نائباً عن معتمديات وليس عن الشعب وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت إيقاف عدد من المتهمين بالتلاعب بالتسكية حيث يفرض القانون الانتخابي على كل مرشح أن يقدم 400 تسكية من مواطن دائرته الانتخابية تكون مناصفة بين الرجال والنساء على أن يمثل الشباب 25% منها بسبب التلاعب بالتسكيات وبروز المال الفاسد من جديد في المشهد الانتخابي الرئيس التونسي يقرر تعديل القانون الانتخابي تعديلات يأمل مراقبون أن تستجيب لتطلعات المنتظرة وأن تبدد المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات سميح البغاني تونس الميتين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها لن تترك طاولة الحوار ولكنها ستلتزم بمفاوضات مبنية على العزة والاقتدار وخلال افتتاح العام الدراسي الجامعي خطب رئيس الطلاب بأنهم والأساتذاء يقضون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق أحلامه بعدما ظن أنه يستطيع ذلك من خلال الجامعة رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية لواء محمد باقري أكد أن الأعداء يحاولون إثارة فتنة كبيرة ضد الثورة الإسلامية بذريعة واهية لعرقلة مسيرة تطور البلاد لكن الشعب الإيراني تصدى لها بوعيه وخلال مراسم مالك الأشتر للقوات المسلحة لفت باقري إلى أن الشباب والناشئة في إيران خدعوا بأكاذيب الأعداء على وسائل التواصل ومن الممكن أن يواصلوا أعمال الشغبي بتحريض من عناصر المرتزقة لكن قوى الأمن الداخلي ستعيد الهدوء التام إلى البلاد ضمن رعاية الأطور المحددة قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن التجارب الصاروخية التي تجريها بيونج يانج هدفها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة الوكالة أكدت أن التجارب لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة ونفذت كوريا الشمالية ست عمليات إطلاق صواريخ في 12 يوما بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء الماضي أكد الجيش الكوري الجنوبي أن سيول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية التي وصفها بالاستفزازية التأكيد جاء خلال لقاء مع القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإيسيول عقب منورة مشتركة أخيرا وبحسب وكالة يونهب فأن الجانبين رد بقوة على اختبارات بيونجانج الأخيرة للصواريخ الباليستية واتفقا على أهمية التنصيق فيما بينهما السانف المرشح الرئاسي البرازيلي اليساري لولادا سيلفا والرئيس اليمني جاير بولسونارو الحملة الانتخابية قبل الجولة الثانية من الانتخابات أواخر الشهر الحالي وقد التقى بولسونارو مجموعة من الأطفال في القصر الرئاسي في برازيليا فيما قاد المرشح والرئيس السابق دي سيلفا مسيرة حاشدة في ساو فولو سنفوز في الانتخابات في الثلاثين من أكتوبر وسنبدأ بعملية استعادة البلاد علينا أن نخرج بولسونارو من هناك ونضع شخصا يحب الرجال والنساء والأطفال والعمال أيها الرفاق إلى النصر بإرادة الله أعلنت باريس إجراءات لتوفير الطاقة وخططا لإطفاء الأنوار عند برج إيفيل قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد لها كما تعتزم المتاجر الموجودة في شارع الشونزاليزي إطفاء لفتاتها المضيئة بين العاشرة مساء والسابع صباحا ابتداء من منتصف الشهر اقترح الملياردير الأمريكي أيلون ماسك تسليم الصين سيطرة جزئية على تايوان من أجل إنهاء الصراع ماسك أكد في مقابلة لصحيفة فينينشل تايمز أنه يمكن إنهاء الصراع من خلال تحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان وحذر من اندلاع صراع حكمي بشأن تايوان سيؤثر على الاقتصاد بشكل واسع تعتبر حديقة الخليج الفارسي القطبة السياحي الأول في العاصمة الإيرانية تهران حيث تستقطب ملايين الزوار سنويا من داخل البلاد وخارجها أحمد البحراني والتفاصيل ترجمة نانسي قنقر في أقصى غربي طهران بحيرة الخليج الفارسية باتت القطبة السياحية الأول بامتياز للعاصمة الإيرانية ما سبب ذلك؟ وما الذي تضمه أكبر البحيرات الصناعية في البلاد؟ على مساعة 250 هكتار تضم هذه المجموعة والعملاقة بحيرة وغابات وأسواق ضخمة والعشرات من المطاعم التقليدية والفاخرة والألعاب والخدمات الترفيهية وطيورا مهاجرة تضفي على المكان جمالا وحيوية ونشاطا موسيقى موسيقى ما كم مكان ولا متر مربع بإيران ما تلقاه يعني كلها خضار يعني حتى الأكسجين هنا مختلف مستوها عالمي بكل شي ترتيب مستمر نظافة مستمرة موسيقى 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 تسقطب البحيرة وما يحيط بها سنويا ملايين الزوار من داخل وخارج إيران هو مشروع استثماري عصري متقدم تسعى السلطات لتكراره في مناطق أخرى من البلاد أحمد البحراني طهران الميادين والآن إلى العنوين استأنف حركة السير جزئيا على جسر القرن بعد التفجير الذي ضربه اليوم موسكو تصفه بإعلان حرب ومستشار زيلنسكي يقول إنها البداية بعد يوم على قمة الاتحاد الأوروبي في براغ تشيكيون يتظهرون احتجاجا على إزمة الطاقة وفرنسا تتخذ أو تتجه إلى تقنين الكهرباء شهدان فلسطينيان بعملية عدوانية في مخيم جنين سرية القدس وكتائب القسام تعلنان التصدي للاحتلال موسيقى حشود مليونية في اليمن احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف وسيد الحوثي يدعو قادة الغرب إلى التحرري من الصغيونية موسيقى للمزيد من الأخبار زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية موسيقى موسيقى إلى اللقاء موسيقى